قبل ما روح الامبي لازم اعدي على بيرامتز لان زي ما قلت خلينا نتكلم بقى نتكلم براحتنا ونفرد ورقنا ونفتح ملفاتنا زي ما قلت كل الجمهور النادي الاهلي خد بالك انه فرقتك لغاية النهاردة الحمد لله الحمد لله ما خسرتش ولا ماتش وفي كل المواجهات الكبيرة كل المواجهات الصعبة كل المواجهات اللي تقدر طول عليها كلاسيكية فرقتك ما خزرتكش بالعكس كذبت الزمالك في السوبر كذبت هنا الاسماعيلي كذبت هنا بيرامتز من السيري في افريقيا كلها ماتشات صعبة كلها ماتشات محتاجة فرقة كبيرة ما فيش فريق كبير بيمشي كبير طول الوقت لازم يقع فيه مطباط ودورنا كجمهور عشان ناس اللي زعلت مني لما قلت أنا كجمهور أنا برضو واحد في النهاية أنا واحد من الجمهور وبزعل من أداء الفرقة وبزعل لما بنخسر نوع لكن في النهاية لازم الحسابات وردود الأفعال ما تبقاش مبنية بس على عاطف لا فيه جانب كبير جدا مع فريق كبير بحجم الأعلي لازم يببني بالعقل وبالمنطق ونحسب كويس قوي حساباتنا ونشوف إحنا وقفين فين وراحين فين وهدفنا اللي إحنا عايزين نحقها لأنه التوقيت مهم جدا التوقيت ده ما فعش تهد فيه أنا فاكر قوي بعد نهاية ماتشو سيراميكا تقريبا حتى الصفحات اللي بتتكلم باسم النادي الأهلي على السوشال ميديا وعاليوتيوب وعالفايسبوك والناس النصهم عاملين نفسهم أهلوية وهم لا علاقة له بالأهلي لما من قريب أنا وعيد كانوا بيهدوا في فرقة وبيهدوا في مستر كولر وبيهدوا في اللعبة كلها اسم اسم ولعب لعب هل ده كجمهور أهلي يصح يصح في توقيت زي ده وانت رايح لبطولة عالم وبطولة دوري أبطال حتى وإن كان فعلا فيه نجوم كتيرة ممكن تكون بعيدة عن مسترهة وفيه أخطاء لمستر كولر ما أعتقدش أنه كان ينفع وإلا ما كانتش النتيجة تحصل كده قدام بيرميز بالتالي مهم جدا نحن رعي النقطة دي عشان ناس اللي هجمتني أنا بحترم جدا كل وجهات النظر بس الناس زي على التمين يقالنا طب قلنا من فضلك نشجع زي بلاكش تشجع إزاي جمهور الأهلي راح بيشجع من دياء مش من دياء الأولى من قبل المطش ما يبدأ لغاية من بطش ما خلص ما كانش ليه دور دفن مليون في المائة كان ليه دور في مكسب مبارح شابوء وهذا جمهور الأهلي اللي احنا مستنينه وهذا الجمهور الأهلي اللي تراهنا عليه في المطشات اللي جاي كلام على مطش بيرامدزو أهم من مكسب كلام على المشوار والتحضير بداية من مطش امبي أنا مطش امبي محطة من محطات مهمة قبل ما نروح إن شاء الله لكاس العالم ومن بعده دور المجموعات في دوري الأبطال بشرفني اتنين من نجوم تحليل الكرة العالمية النهاردة في السادسة بلال محسن وفاروق عصام العودة بعد غياب نرحب بيهم بلال مساء الخير وأهلا وسهلا بيك مساء الخير عليك أستاذ أحمد وأهلا بحضرتك وأهلا بكل السادسة المشاهدة ونوار الدنيا ربنا خليك ده بنور حضرتك والله إن شاء الله نستمتع بيك طبعا أنا موجود مع فاروق فاروق طبعا عودة الابن مش هولي تضل إنه أبدا لكنه ابننا بس في عصر الاحتراف ما فيش منع كده يطلع عرق وييجي مرة تانية دايما ناس عاد بفاروق واحد من الناس اللي بستمتع بيهم جدا مساء الخير يا فاروق وأهلا وسهلا أقول لك الحمد لله على السلام الله يسلمك مساء الخير أنا دايما اللي بتشارب بوجودي معاك وأحشتني وأحشتني جماهير النادي الأهلي وبتشارب بوجودي مع بلال النهارة إن شاء الله تبقى حلقة مفيدة لجماهير النادي الأهلي وتستمتع بيها خليني أبدأ معاكم الماتش بيرميدز اللي كنت بقول عليه إنه لقدر الله لقدر الله بعد ردود الأفعال اللي حصلت بعد تعادل أهلي في ماتشات زي ماتش فيوتشر ماتش سموحة ماتش سيراميكا بدأت السكاكين تقطع والهجوم يكتر والناس تشكك رغم إنه الأهلي ما بعدش يعني يعني رقميا وحسبيا الأهلي ما زال محتفظ بكل فرصه يعني وهو يمكن الأفضل على مستوى لعندها المصرية كلها من حيث النتائج لكن أي نتيجة غير المكسب كانت ممكن تعثر بشكل سالبي فمهم جدا نقيس أهم المكاسب اللي حقاها الأهلي بالفوز على بيرميدز بنتيجة 3-0 في يوم يعني يوم لـ 2-2-23 بالضبط يعني يمكن زي ما حضرك قلت كده أصوز أحمد في البداية النادي الأهلي كان بيمر يعني مش هنقول بحاجة يعني فترة عنيفة أو حاجة آه بالضبط هزة في النتائج شوية 3 عدلات ما كانوش في الحسبان أمام فيوتشر وسموحة وسيراميكا يعني الجمهور دايما بيبع عنده ألأ زيادة شوية على الفريق غير زي ما حضرك قلت كده غير الحسابات الفنية يعني الجمهور دايما يمكن بيحسبها بالعاطفة بخوفه على الفريق إحساس أن أنت تقسر الدورة الثالث على التواليم سيطر على عمل هاجز كبير جدا عند الجمهور مش عايزين أبدا يصدقوا أن السيناريو ده ممكن يحصل وإن شاء الله مش هيحصل فكانت مباراة بيرامتزجات في توقيت مهم جدا وحساس جدا أنك بتأكد أن أنت كبير في المباراة الكبيرة بتقدر تتعامل قدر النادي الأهلي يعني يدخل في المباراة بالحسابات اللي إحنا دايما متعودين إن النادي الأهلي في المباراة الكبيرة ما عندهش أي مشكلة يعني يمكن النادي الأهلي حتى لما غاب عنه معظم العناصر مع منتخب مصر في الكاسة العامل الأندية ونادي الأهلي اللعب تقريبا بالصف الثاني في بطولة كبيرة جدا هيكاسة العامل قدر النادي الأهلي يكسب فالنادي الأهلي في المباراة الكبيرة ما عندهش مشكلة النادي الأهلي دخل مباراة عمل مع المدير الفني طبعا نحن عارفين تكيز جونياس بيلعب بطريقة لعب هو بيحب يمسك الكرة بيحب يلعب كرة جميلة استحواز عمل لعب في المناطق الأمامية كان عنده عبدالله السعيد وإسلام عيسى ورمضان صبح ومصطفى فتح وفخر لقاي الفرقة دايما فالنادي الأهلي قدر يستفاد من الحالة دي ساب لهم الكرة شوية وقدر من كرة فردية وبعد لعبة جماعية كمان الحلو في كرة السولية أنها كانت لعبة جماعية في البداية أنهاها عمر السولية بتصويبة طبعا وصاروخية لم يتوقعها أحمد الشناوي النادي الأهلي بعد الهدف رجع شوية للمناطق الخلفية وقدر يحافظ على هدوءه ويساباته الانفعالي لحد ما تمكن في الشرط التاني أن يحرز الهدف التاني واستغل كمان الاندفاع بيرامدز للبحث عن التعادل وأنهل لقاء قتل وكمان يعني فيه فيه بعض الأراء قالت أن النادي الأهلي كان بيدافع لا هي في الكرة ما بيقيتش كده احنا شوفنا الأرجنتين شوفنا المغرب في أوقات كانت بتلعب فيه على حسب الجيم انت بتاخد المباراة بتقسم المباراة على حسب طبيعة المنافس بيرامدز لو سبت لهم لو انت ضغطت عليهم يعني ضغطت متقدم آه بالضبط عندهم لعيبة عندهم سرعات مصافات حول رمضان ويقدروا يستغلوه فالنادي الأهلي تعامل مع المباراة على حسب طبيعة الجيم وطبيعة المنافس فاروق أنا استغربت غير المكسب والتلات نقاط آه لا أنا استغربت تكييس هو بلعب النادي الأهلي بمحور ارتكاز واحد وحاطت إسلام عيسى وعبد الله سعيد يعني ممكن أنا عب الكلام ده قدام أي فرقة في الدورة لكن ده من النادي الأهلي يبقى لعب بالشكل ده كان لازم عقاب فوري واخسارة بسلسية وكان ممكن النادي الأهلي في شوت التاني يزود الغلة ويزود النتيجة لأنه مدرب أنا شفت شوية عمل بغرور كبير مع المباراة وهو بيقابل النادي الأهلي أنت النادي الأهلي لما بتقابل النادي الأهلي هو ممكن يعقبك بسهولة أن أنت تسيب له وسط ملعبك بالشكل ده ويبقى لعب واحد بس هو اللي بيأمن قدام خط الدفاع مغامرة كبيرة كان عقابها فوري هو حتى خرج بعد المباراة تكلم أنه التلات أهداف اللجوم هما مجرد لا بتحظ لا هما مش لا بتحظ الشوت التاني احنا شفنا النادي الأهلي مع بداية الشوت التاني ضغط مكسف على بيرامدز خصوصا أن الفترة دي دايما بيرامدز بينزل لو متأخر في النتيجة بيحاول يندفع هجوميا بشكل كبير النادي الأهلي في الشوت التاني قدر يسجل الهدف التاني وكان مهم جدا إحراز الهدف التاني في بداية الشوت التاني وقدر يكسب المباراة أعتقد أن المباراة حتى كانت بسهولة النادي الأهلي ما تعرضش لهجمات خطيرة والعجمات للشغل من بيرامدز وما شوف ناش شغل بناء الهجمة اللي كان موجود وده زي ما بلال قال أعتقد أن مستر كولر زاكر بيرامدز بشكل كويس جدا لأنه النادي الأهلي دائما بيضغط من قدام بيحاول يستخلص الكورة في مناطق الخصب لكن في المباراة دي تحديدا ساب بيرامدز ينقل الكورة ما بين المدافعين بكل أريحية لكن هتتقدم في وسط الملعب هيبقى فيه ضغط عليك وهتتقطع منك الكورة لأنه كان فيه ست لعيبة هجوميين في بيرامدز يعني أعتقد أنه كانت مغامرة كبيرة والنادي الأهلي خرج من المباراة بسهولة صحيح وبيتهيق لي كمان أنه الحكم ما كانتش يعني أهو حكم نهاية كاس عالم وكل حاجة بس ما كانتش موفق حقيقي وما كانتش موفق في المباراة نهاية حتى في كاس العالم وقراراته كتير كانت ضد الأهلي وكانت في مصلحة بيرامدز بالضبط وهو شوفنا حتى خرج بعد كاس العالم قال أنا أخطأت في مباراة كاس العالم ده وارد لكن النادي الأهلي دايما عودنا أنه حتى لو فيه أخطاء من الجانب التحكيم لكن هو حيحسم المباراة بأكتر من هدف وده مهم جدا أتكلم كمانك على طرد رمضان صبحي الحقيقة اللي ما بفهمش بصراحة يعني أنا أفهم كواس جدا أنك أنت تكون عايز ترد اعتبارك أفهم كواس جدا أنك أنت تكون غيور على الفانيلا اللي أنت لابسها أو عندك طموح معينة عايز تحققه لكن اللي ما فهموش أنك أنت تبقى متعمد في كل مواجهة تأذي زميلك اللي كانوا بيلعبوا وبيسفروا وبيأكلوا وبيشربوا معاك في نفس الأوضة يعني الموضوع ما أعتقدش بقى صدفة في كل مباراة الأهلي وبيرامد لازم يبقى فيه تدخل عنيف من رمضان صبحي على لعبة النادي الأهلي علامة استفهم كبيرة بصراحة مش قادر أفهم بالضبط يمكن زي ما حضرتك قلتك مش لقيلها مسمى بصراحة يعيز لقيلها مسمى مش لقيلها مسمى غير حاجة ما يفعش تقلع على الشاشة لا وطبعا إحنا لو اتكلمنا وزي ما حضرتك اتكلمت كده يترد علينا ويقول ان انتوا عاملين لود وعملين ضغط عصب بالعكس خالص اللعيب الكبير بيلعب في أعلى المنافسات وما بيقدر يتحكم ببعنده ثبات يعني اللي بتبنى وجهة النظر دي شايف انه اللود بيترجم لعنف ضد على فكرة مش مع رمضان بس ده أي لعب بيعمل سلوك عنيف او بيعمل سلوك خارج او مشين ضد لعبة النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي بتبقى المبررات جهزة دايما ان جمهور النادي الاهلي عامل عليه لود فلا طبعا مش منطقي وبالنسبة لنطة الحاكم كمان في لعبة ما خدتش حقها وهي إصابة كريم فؤاد يعني احنا نتحرم من كريم فؤاد عنده جزع ثلاث أسابيع اه يعني ان شاء الله نتمنى تبقى عالي من كده يعني الحاكم موقفش عند اللعبة دي برضو ودي كانت غريبة شوية مع لعبة ركلة الجزاء دايما اللعيب اللي ما بيعرفش يظهر بشكل كويس قصاد النادي الاهلي ويبقى متكتف في الملعب بيلجأ للعنف ده تشيء طبيعي لانه هو رمضان صبحي ما كانش موجود في المباراة يا فاروق بص انا افهم انه ده تبقى استثناء لكن على المباراة بالنسبالي انه يبقى القعدة يعني لما ده يحصل مرة ممكن اقبلها واعديها لكن لما كل مباراة تبقى في حالة عنف واضحة وصريحة بتستهدف لعبة النادي الاهلي لما تشوف جماهير النادي الاهلي دي كلها ما بتهتفش باسمك ده برضو في اي مباراة بيأثر عليك بشكل كبير طيب نروح لمطش بكرة مطش ام بي مباراة تعودنا ان كل مطشات الاهلي صعبة تعودنا ان كل فرق على مستوى الافراد وعلى مستوى الجماعي وعلى مستوى الجهاز الفني وعلى مستوى الادارة شايفة مطش الاهلي وطولة في حد ذاته فشايفين مطش بكرة ازاي وازاي تبني انا كنت بقول في بداية الحلقة انه هل الاهلي عشرة على عشرة هل احنا كده تمام لا طبعا لسه مش تمام لكن تقدر تقول انه احنا يعني رجعنا تاني على الطريق نقدر نبني بشكل كبير جدا على اللي حصل في مطش بيرامدز عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه قبل ما نوصل ان شاء الله كاس العالم ولا يكلام طبعا عن كاس العالم كتير مع بلال وفاروق تبني ازاي او تتحرك ازاي او تبتدي ازاي بداية من مطش ام بي تبني ازاي احنا قلنا بعد مباراة بيرامدز على طول ان فوز يفرحنا اه يخدعنا لا يعني احنا نفرح فوز كبير وفوز غالي ولكن الفوز ما يخليناش ننخدع ونتصور ان احنا رجعنا للحالة لا الحالة احنا عايزين نستمر نحق فوز في 8 او 9 او 10 مباراة زي ما كان ده الحال دايما في بطولة الدوري ساعتها نقدر نقول ان احنا رجعنا تاني نقدر نقول مع التدعيمات ومع عودة المصابين وكلام ده كله ان النادي الاهل رجع للحالة اللي كان عليها في بطولة الدوري تحديدا اه بس فاحنا نبني ازاي نستفاد من الايجابيات اللي احنا مرنا بيها في مباراة بيرامدز الحسم التسجيل التصويب من الخارج اللعب الاستفادة من الدربات السبتة ودي ترجمها عمر السلاية في كورة الهدف التاني كل الحاجات دي ايجابيات نقدر نبني عليها بكرة شايف انبي ازاي انبي مع طلعة يوسف الشكل اكيد هيتغير تماما عن مكان عليه مع احمد كوشل المدير الفني طبعا حديث العهد بالدوري ما عندهش الخبرات اللي موجودة عنه طبعا مدارب كبير زي طلعة يوسف انبي بيعتمد في معظم لعبه على رفيق قبو واحد من اسرع اللاعبين اللي موجودين في الدوري المصري هيلعب دايما وهيبقى دايما عايز يلعب الكرة في ظهر في المساحات اللي موجودة في ظهر علي معلول وده هتطلب طبعا ان المدفعين يبقوا دايما مغطيين او لعب نص الملعب مغطيين دايما الحتة اللي بتبقى موجودة في ظهر علي معلول لان علي معلول بيبقى عنده واجبات هجومية طبعا احنا مفتاح لعب من اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي علي معلول فطبيعي بيبقى مطلوب منه انه دايما بيزيد بشكل مستمر في المباراة فدي اهم نقاط قوة امبي رفيق قبو واحد من اللاعبة اللي هدفين الدوري الموسم دوت كمان عندهم احمد امين اوفا لعب بيعرف يجيب بيسجل من انصاف الفرص زي ما بيقولوا وبعدين هم جايين كمان بحالة معنواية كويسة جدا فايزين على الاتحاد السكندري اللي عامل نتائج مميزة السنادي قدروا يفوزوا عليه وفوز طبعا يديهم الثقة قبل مواجهة النادي الاهلي غدا نسخة حلوة نسخة الدوري السنادي يعني الى حد ما فيها نتائج مش هتوقع ما فيهاش صغير وما فيهاش كبير فيها فرق عندها لعيبة كرة كتير فالنسخة السنادي ما هياش مملة او رتيبة زي نسخ كتير كان بتحصل قبل كده لا خالص بس يعني لو فيه رجاء كده للإدارات يستنوا شوي على المدربين لان فيه مدربين عندهم بوتنشل انهم يتحسنوا في الدوري لكن بيبقى فيه استعجال دايما في الاقالة فيه اكتر من مدرب تمت اقالتهم والفرقة ممكن تيه قدام شفنا طبعا أسوانه والأداء الرائع شفنا اكتر من فريق في الدوري السنادي انا عايز بس اتكلم على مباراة امبي لان كابتن طلعت يوسف دايما هي مباراة ضد اي فريق بيدربه كابتن طلعت يوسف هو اعتقد السيناريو هيبقى محفوظ يعني الفرقة بتقفل 4-5-1 كل خطته مع كل الفرقة اللي بيلعبها تقفيل دايما ادوار الاجناحة بتبقى ادوار دفاعية مش هيبقى فيه خطورة متوقعة على النادي الاهلي خصوصا ان شفنا مستر مارسل كولر جيد جدا في التعامل مع المرتدات انا بزعل من المطشاط اللي فيها تكتلات دفاعية دي يعني سيبك تبعا من قصة ان انت كجمهور بتعاني يعني اغلب المطشاط اللي بيلعب فيها او بتلعب فيها الفرقة قدامنا دي الاهلي انها ترس الفرقة وراء وتستنى لما الاهلي يبقى يسجل نبتدي نبقى نلعب كرة بتبقى مطشاط مملة ومطشاط بايخة وانت كجمهور كمان ما بتستنتعش فيها بكور وخصوصا كمان انك شوية يعني هجوميا بتعاني احنا كفرقة هجوميا ما زلنا بنعاين عشان تسجل بتعاني فبالتالي مطش بكرة ممكن يبقى من نفس السيناريو ده ونرجع لسيناريو بقى مقابلة بيرامدز اللي هو سموحة سيراميكا ولا ممكن يبقى لها مدخل تاني بعد الحلال المعنوية والسعادة السقة لا هي كل المباريات اعتقد ضد النادي الاهلي بتبقى بنفس الوتيرة وبنفس السيناريو عشان تكسر التكتلات دي لازم هدف مبكر لازم هدف في الشوت الاول او في اول نص ساعة وده بيجي شفنا ضد بيرامدز الحلول جات من تصويب خارج منطقة الجزاء وكرة سابتة لازم تعتمد على التصويب خصوصا ان الفرقة المتكتلة بتبقى متواجدة في السندوق بشكل كبير جدا وبتديك فرصة للتصويب اعتقد عمر الصلاية بعد السقة اللي خدها في المباراة الاخيرة هيجرب تاني اكتر من مرة محمد مجدي افشا لازم يبقى فيه اكتر من حل مش دايما هعرف اخترق الفرق خصوصا ان دلوقتي شفنا التنظيم في الكورة ما خلاش فيه فوارق شوية لان كله بيقفل المساحات وكله بيقرب وداية الملعب لازم يبقى عندي حلول اخرى حلول بديلة برا السندوق شفناها في مباراة بيرامدز واتمنى تتكرر في مباراة امبي قفل المساحات او تديق المساحات يعطل لك السرعة ويعطل لك المهارة وبالتالي هنا تحتاج القوة في اجلب الاقوات وده يمكن حل كان واضح جدا او فتح الجيم مع الاهلي في مباراة بيرامدز بتزديد السرعة اعتقد الهدف ده هو اللي خلى الجيم بالنسبة للاهلي ومش بس مع بيرامدز مع اي فرقة تاني اي فرقة الاهلي بيبادر فيها بالتسجيل المساحات بتتوجد فرقة بتتحرك الخدود بتبتع يعني بتوسع او بتبقى بعيدة عن بعضها وبالتالي السيناري المفترض يبقى اسهل بالنسبة لك يعني احنا خلينا نقول ان احنا عندنا مشكلة بقالنا موسمين تقريبا وده الموسم التالت مع الفرق اللي احنا ما كناش اصلا متعودين نفقد نقاط امامها زي ما حضرك قلت احنا فقدنا نقاط امام فرق زي اسموها وصيراميكا مع الاحترام الكامل لكل الفرق ولكن احنا كنادي اهلي ما كناش معتدين ان احنا نفقد نقاط بامام الفرق دي فالمشكلة ان انت تحل ازاي توجد حلول زي ما قال الفاروق لازم تفكر برا الصندوق انت الفرق كلها متكتلة زي مدرب زي طلعة يوسف بكرة متوقع جدا ومحفوظ انه روحينز بكرة اه بزاة انا انا كمدير فني للنادي الاهلي ومستر مارسل كولر اكيد مذاكر الكلام ده كويس والجهاز المعاون اكيد مديله طبعا داتا عن او خلفية طبعا عن طلعة يوسف لازم يعني افكر برا صندوق حلول فردية مثلا اللي يفك التكتل مهارة فردية احمد عبدالقادر لما نزل شفناها شوية لعبهم في مطش بيرمز اعتقد انه هيبقى ليه دور كبير بكرة في مباراة امبي عنده الحل الفردي مميز جدا التصويب من خارج منطقة الجزائق استغلال الكرات السابقة كل دي حلول قادرة ان هي تكسر التكتلات الدفاعية للفرق ونقدر بيها ان احنا نتغلب على مشكلة الفرق اللي بتقف وبتواجه النادي الاهلي من المناطق الخلفية شايف تشكيل الامثل وطريقة اللعبة الامثل بالنسبة لمرسيل كولر في مواجهة امبي بكرة ازاي فاروق اعتقد التشكيل اللي انها بيه مباراة بيرمز يعني اعتقد انه تشكيل لدي غيبات كتير خد بي كريم فؤاد برة حسين موضوع ما شفناش فرق كبير حسين حتى حسين لما كان بيتواجه الفترة الاخيرة كان بيحاول يثبت نفسه وقدم عروض جيدة احمد عبدالقادر كمان رجوع مهم جدا جدا لانه بيخلق دايما الحلول الفردية بيقدر يعدي ويعمل عرضيات خطيرة ما بين شادي وما بين شريف الاتنين اعتقد يعني مفيش حد متميز عن التاني بشكل كبير فسواء الاتنين موجودين هيبقى راس حرب موجود وحتى ممكن تفكير في برونو يعني يبقى موجود في المركز دوت واللعبة تتحرك برونو سابي راس حربة برونو موجود راس حربة وتحت محمد مجدي أفشا ممكن تبقى فكر جديد ويتجرب في المركز ده متفق ولا لك؟ لا انا شايف ان شادي غايب عنه حطة الثقة شوية يعني هو لسه مقدمش اللي عنده شادي احنا شفناه في الدورة مع سيراميكا كان بيقدر يسجل أهداف فانا شايف ان شادي لو قدر يكسر حطة الحاجز النفس انه هو بقى لعيب نادي أهلي بقى مطالب انه هو يسجل أهداف فانا شايف انه هو يستمر يدي الفرصة بكرة لشادي يبدأ بي اه بالظبط وشايف ان برونو يا برونو يا أفشا انا مش حتى الان برونو لم يقنعني في مركز الجناح انا ليس تشوف برونو في جناح يمين لا هو دلوقتي جناح شمال كان ما كانش بيقدي بقى أحسن حاجة في مبارات بيرامد انا شايف ان بقره يا هو يأفشا في مركز عشرة احمد عبدالقادر في البداية مع سين الشحات في الناحية اليمين ومع شادي وزي ما قلنا طبعا هيبقى استغلال الحلول الفردية والقراط السابت هتبقى ان شاء الله ايه أخبار كاس العالم وايه أخبار دول المجموعات في دوري الأبطال وايه أخبار النصر السعودي مع سير 7 كل ده هيكون في السادسة مع بلال وفاروق بس بعد الفصل من أول ما تكلمنا معاكم على فكرة انه عرض من نادي نصر السعودي لكريستيانو رونالدو كان الموضوع بالنسبالي في اطار الفانتازيا يعني كان او في اطار البروباجندا يعني ما كانش في تخيولي أبدا انه الصفقة دي ممكن توصل لمحطتها الأخيرة وانه رونالدو يوقع بالفعل نادي النصر السعودي صفقة هتغير هتغير بكل ما تحمله الكلمة من معاني شكل وطبيعة الكرة كرة القدم مش في نادي النصر بس يمكن في السعودية ويمكن في المنطقة العربية وخصوصا بعد العروض القوية جدا لقدمتها المنتخبات العربية السعودية وتونس والمغرب في بطولة كاس العالم الأخيرة الصحفي علي المرشود الصحفي ونقد رياضي بجريدة الرياض السعودية والمقرب جدا الحقيقة من نادي النصر السعودي معانا على التليفون نرحب به طبعا نقول له مساء الخير وأهلا وسهلا بك على شش الأهلي بشكرك على مشاركتك معانا في السادسة أهلا وسهلا مساء الخير أخوي أحمد مستعليك وعلى جميع متابعينا في مصر الحبيب يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا سعداء بكم سعداء بالكرة السعودية خليني انتهز المناسبة يعني أهني الكرة السعودية على المستوى المحترم اللي ظهرت به في بطولة كاس العالم الأخيرة حقيقة منتخب قدم كرة مشرفة جدا وأعتقد ده يمكن يكون إنعكاس لتطور شكل المسابقة الدوري المحلي في السعودية في السنوات الأخيرة الله يطول عمر وإن شاء الله قريبا نحتفي إن شاء الله بوجود أقوى المنتخبات في النفريقية منتخب مصر اشتجنا لها كثير إن شاء الله بإذن الله خليني أكلمك بقى على صفقة سير سيفن اللي بقت حديث العالم كله كواليس كتير بالتأكيد عندك كان لها علاقة بالصفقة قدرة إدارة النصر السعودي على إقناع النجم العالمي كريستانو رونالدو بالانضمام مين كان المحرك الرئيس للصفقة زي ما بيقول أول شيء يعني أنا أبارك لنفسي وأبارك لكل العرض طبعا الصفقة اليوم صفقة أعظم لاعز على مستوى العالم هي ليست تخص المنذك العربية السعودية أكيد أنها تخص الدول العربية الدول قارة آسيا بتخصم انتماء المنذك العربية السعودية تخص العالم العربي بشكل كامل هذه الصفقة هي بالنسبة لي أنا شخصيا تعتبر من أثمن الصفقات وأعظم الصفقات التي أبرمت في تاريخ كرة القدم السعودية ما في شك لاعب بقيمة وحجم كريستانو رونالدو هي تعتبر قيمة فنية إضافية وتسويقية وإعلانية بشكل كبير جدا في دور روش للمحترفين اسم النصر والدون والدور السعودي الحقيقة كان في الأيام القليلة الماضية في محركات التريند العالم سواء كان على مستوى جوجل على مستوى اليوتيوب على مستوى تويتر على مستوى فيسبوك على مستوى تيك توك على مستوى انستجرام صفقة لها بعادة جميلة جدا أخوة أحمد للقرة السعودية عامة والنصر على وجه التحديد في اليوم بلحظات أصبح نادي النصر أصبح نادي النصر من الأنذية المشهورة على مستوى العالم وهذا أمر طبيعي جدا يعني لك أن تتخيل عدد المتابعين في الانستجرام في نادي النصر قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي لم يتجاوز العدد 800 ألف متابع اليوم الأربعات تتحدث عن أكثر من سبعة ملايين متابع انضم للانستجرام نهيك أيضا عن إعلان نادي النصر في تويتر عن الصفقة وصل عدد من تابع الموضوع التغريد أكثر من 76 مليون هذا عدد كبير جدا لم يتفق لأي نادي في المملكة العربية السعودية ولا حتى الخليج ولا حتى المستوى العربي أنا معك تماما في أنه كم كبير جدا من الفوائد هيعود على نادي النصر بشكل مباشر وعلى الكرة السعودية بشكل غير مباشر لكن يمن أعرف التفاصيل إزاي يعني تمكنتم من إقناع خلينا نحن نكلم على لاعب واخد البالون دور خمس مناسبات حق كل الألقاب عنده مشوار مع عدد كبير جدا من الأندية في أكبر الدوريات اليوفنتس واليونايتد والريال إزاي تمكنتم إيه كلمة السر في إقناع كريسانو رونالدو بالخدوم للمنطقة العربية واللعب في الدوري السعودي شوفوا أخي أحمد أنت ممكن تتفق معاي والكثير من المتابعين في مصر الحبيبة يتفق معاي على أنه اليوم إحنا في المملكة العربية السعودية اليوم الدعم الكبير اللي تلقاه الرياضة السعودية على اختلاف الإلعاب على اختلاف الإلعاب اليوم الدعم الكبير من قبل الدولة من قبل سيدي خادمي حرمين الشريفين وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان الدعم الكبير هذا أتاح للأنبياء في دوري روش للمحترفين أتاح لها الفرصة لأن تتعاقد مع مثل صينة هؤلاء اللاعبين يمكن في عام 2018 2019 حضر لنا في المملكة العربية السعودية في أنبياء الهلال أنبياء النصر أنبياء الاستحاد أنبياء الأهل سابقا قبل هبوط لدوري يلو أنبياء الشباب حضر لنا عدد النجوم اللي شاركوا في نهايات كاس العالم في روسيا لذلك أنا ماني مستغرب اليوم وجود صفقة كبيرة بحجم الكريستيان رونالدو حتى حتى وإن البعض أثناء المفاوضات في الفترة ماضية كان البعض يشكك للأسف شديد في قدرة نادي النصر على أتمام الصفقة اليوم رجالات النصر وأكيد مثل ما ذكرتك قبله شوي سيد علي خليمي أسألك برضو هل وجود كريستيان رونالدو على قوة نادي النصر جزء من خليمي أقول برنامج أو من رؤية للقائمين على الكرة السعودية أنه يبقى فيه مثلا أنه يكون سفير لملف سعودي مشترك في تنظيم بطولة كاس عالم أنه يكون فيه فوايا تانية غير الاستفادة المباشرة من وجوده ضمن لعابي فريق النصر أكيد أخوي أحمد حتى ممكن يكون سفير لملف المملكة العربية السعودية في عشرين سابع عشرين في استضافة نهايات كاس آسيا اللي أعلن بشكل رسمي أيضا سيكون بحسب حديث السابق السلية لمعامر رئيس مجلس ندارة نادي النصر بالأمس قبل الاحتفال أو قبل تقديم الأسطورة البرتغالية أيضا أشاري لأنه سيكون هناك فوائد كثيرة جدا خارج الملعب وأيضا ستذر استثمارات عالية جدا وأيضا سيكون هناك افتتاح عدد كبير جدا من الأكاديميات على مستوى النش لأنه اللاعب اليوم كفسيان رونادو ما هو لاعب فقط هو ذكر بالحرص الواحد السادة مسلية وقال أنه لن يكون الهدف من التعاقد مع الكفسيان رونادو فقط بطولة أو تحقيق نتيجة فوز في مباراة لا التعاقد مع الكفسيان رونادو لها أبعاد كبيرة جدا وإحنا بدأنا نلبس حقيقة على عرض الواقع هذا التعاقد مع الكفسيان رونادو اسم بحجم السطورة كفسيان رونادو قيمة إضافية لرياضي السعودية وسيساهم في خلق صورة ذهنية مميزة عن دور روش المحترفين طبعا ده ما فيه شك فيه أكيد طبعا خليني أعرف في تفاصيل التعاقد لأنه في بعض التقارير قالت أنه قد يكون النص بالنسبة لرونالدو محطة انتقالية يعني هل فيه في منوض التعاقد ما يسمح لي بفسخ التعاقد أو العودة مرة تانية للدوري الإنجليزي وتحديدا لنادي نيو كاسل يونيتد هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيل هذا الكلام غير صحيح مدة التعاقد سنتين ونصف أو سنتين ونصف سنة وستة شهور مع الكفت كاسل رونالدو وعلى فكرة من خلال أمش حضوري أنا شخصية للحفل أنا شفت الارتياح الكبير كوان كان اللعب كاسل رونالدو وتفاعل الجماهير الكبير جدا اللي حضر في ملعب مرسول بارك بالإضافة إلى ارتياح عائلة الكفت كاسل رونالدو عندما رددت جماهير النصر والحاضرة في الملعب اسم العائلة وانت تعرف المشكلة اللي صارت مع الكبت كاسل رونالدو في ماشتر وعدم تقدير النادي الإنجليزي لغروف اللاعب عندما توفي لاحد أصاله في الفترة الماضية لذلك أنا شوف فيه ارتياح كبير جدا حتى حديث اللاعب وحديث مع الجمهور بالأمس وارتجال الكلمات كانت بسيطة لكن كانت بمعانيها كبيرة جدا على مستوى الجمهور وعلى مستوى جمهور النصر اليوم كاسل رونالدو أصبح تحول الحلم إلى حقيقة تحقيق 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 أنا مستغرب في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد لست مستغربا من حضور لاعبين بقيمة كاسل رونالدو لكن بالنسبة لكاسل رونالدو ما في شك يعتبر حلم لكل الأنبياء مو فقط في المملكة العربية السورية حتى على مستوى أوروبا ولكن سأخي أحمد أنه حتى اللاعب صرح في المؤتمر الصحفي في الأمس وذكر بأنه تلقى العديد من العرض من أستراليا من أفريقيا من البرازيل من أمريكا الجنوبية لكن اختار العرض النصراوي لقناعة تامة جدا لأنه يريد أن ينقل صورة وتجربة جديدة لها في قارة آسيا على اعتبار ما حقق قطيلة في الشوارة في العشرين سنة الماضية من الكثير من الرقاب الفردية والجماعية مع الأنجل اللي شارك فيها ولذلك هو يأمل في تحقييم الأرقام على مستوى قارة آسيا ومستعدة نادي النصر على وجه التحديد في العودة مجددة لتحقيق البطولات المحلية أو حتى على مستوى آسيا مبروك عن نصروية احنا في مصر هنا بنقول عليها ضربة معلم ألف مبروك على نادي النصر وألف مبروك على الكرة السعودية على فكرة أخويا أحمد حتى يكون صريح وصادق النصر ما هو غريب عليه النصر تحديدا ليس بغريب عليه التعاقد وإحوار اللاعبين النجوم أنا شخصيا أتذكر مثلا حمادي العرجبي تونسي كيتنهو البرازيلي ستوكشوفر البرغاري خوليو سيزار دوليفي جنيرسون البرازيلي أحمد موسى نيجيري حسام غالي من مصر أعتقد واحد من نهام النجوم لليبس وتيشرت لنادي النصر طبعا أكيد الكابتن حسام غاربي كابتن حسن عبد الرب كل هؤلاء اللاعبين كانوا قيمة قيمة كبيرة جدا حضروا مينانديا كبيرة جدا عن مستوى العالم صحيح وأيضا أصبح لهم يعني اسم كبير جدا ولا يزال ولا يزال على فكرة جمهور النصر يتذكر هؤلاء الأسماء يعني بخير بمناسبة نجوم النصر خليني أسألك بعد الإعلان عن صفقة كريستيان ورونالدو هل سيرحل فينسيت أبو بكر ومشاري بوف عن صفوف النصر السعودي الحقيقة أحنا تعرف أحنا في الدورة السعودي أخوي أحمد أنه قائمة اللاعب للجانب لا بد أن تكون كماعي للمسجنة لكل فريق طبيعي طبيعي أن النصر سيتنازع عن أحد اللاعبين إما أبو بكر أنا في وجهة نظر الشخصية كلاعب كمنتخب هو لاعب كبير جدا وقائد منتخب الكاميرا لكن بكل معنى لم يظهر حتى الآن بالمستوى الفني المعروف عنه لكن حتى هذه اللحظة لم ينتحل واضحة وإن كان أنا وجهة نظر الشخصية أنه اللاعب الأزدكي جلال الدين مشاري بوف هو أقرب الأسماء التي سترحل في فترة أمريكاة الشتوية من نادي النصر مرة تانية ببرك لك ببرك العشقاء في نادي النصر ببرك للكرة السعودية على صفقة انتقال النجم العالمي كريستيان رونالدو كده فضل ميسي في الهلال نيمار في الفتحات جدة وهي واحد من أكبر الدهريات على مستوى العالم لأن الحقيقة ردود الأفعال المتابعة البروباجندا يعني أعتقد مكسب كبير جدا طبعا انتقال كريستيان رونالدو للكرة السعودية ونفكر بقى هل ممكن أننا نستفاد نستفاد أنا عارف طبعا أن الأرقام والإمكانيات نتكلم في حتة تانية تعالوا نبص على أرقام كريستيان رونالدو تتكلم على عاب عنده 38 سنة يعني ممكن قدامه موسم أو موسمين لكن الأصداء المرتبطة بالصفقة أعتقد تعالوا نسوف أرقام كريستيان رونالدو اللي هيتقضاها في نادي النصر السعود ممكن هو ده الكلام اللي لازم لازم نتكلم عنه 22 مليون سنوات مانيميكر كريستيان رونالدو كيف سيئة 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 تتكلم على موسمين طبعا هو الصفقة داخل فيها يعني تفاصيل تانية ليه علاقة بدعاية ليه علاقة أن يكون سفير لحاجة معينة ف دي الأرقام اللي مع كريستيان رونالدو احنا بنتكلم في راتب سنة 22 مليون يورو في الشهر يعني 16 مليون و700 ألف يورو منيجي بقى نحسيبها بليون بحبش أنا أحسيب بليون مستانية لا يحسن احنا بنخش بنحسد اللعيبة شوية لا يحسن لكن في الساعة يعني خلينا نقول أنه في الساعة كريستيان رونالدو بيتقادل 23 ألف يورو في الساعة الوحدة في الديئة الوحدة وقف عليه 380 يورو في الساعة الوحدة بياخد 6 يورو يعني وين وين سيتيوشن للتنين خلينا نتكلم أنه بالنسبة لكريستيان رونالدو هو تفضيل النصر يعني ممكن ممكن عقل براجماتي شوية يقول لك أنا المتين مليون دول هروح أجيب بيهم خمس ستة لعيبة سوبر 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 دوبر يعني فاهم لما تجيب مثلا لعيبة أربعين ولا خمسين مليون يورو أنت هتجيب أكيد كواليتي ما حصلتش فالمنتاليتي هنا لا مش هدفها كورة بس منتالي هنا هدفها بروباجاندا وتسويق ودعاية ونقل نقل تانية خالص للفكرة الاحتراف السعودي بالضبط يعني خلينا نتكلم يا سيد أحمد أن يعني انتقال كريستيان رونالدو للنصر السعودي هو مش انتقال لعب زي ما قلنا قبل هو أسطورة رونالدو عمل تاريخ رونالدو قدر يبقى واحد من ضمن أهم اثنين أو ثلاث لعبين في تاريخ كرة القدم فانتقال رونالدو هينقل أهمية رونالدو ووجوده هينقل بالتبعية الاهتمام برونالدو هينتقل بالتبعية للاهتمام بالنصر السعودي بالدوري السعودي بالكرة في المنطقة العربية زي ما حضرتك قلت فكل الناس اللي بتحب رونالدو وبتابع رونالدو هتهتم جدا أنه بتابع أخباره تابع مبارياته بالتالي النصر السعودي زي ما قال فاروق هيستفاد زي ما رونالدو هيستفاد رونالدو مصنف النوام من واحد أشتر رياضي أو أفضل رياضي في الماركتينج في 2022 رونالدو مجرد انتقاله بس كده بيرفع عائدات لأي نادي بيرفع عائدات بيع القمصان للنادي بيزيد عائدات البس بيزيد عقود الرعاية بس ما تكنعنيش برضو أن النصر هيكسب فلوس من وراء الرونالدو دي 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 يعني هي ممكن تقلل من قمة الصفق تمام ولا يا فاروق طبعا يعني ممكن تقلل من تكلفة الصفق لكن في النهاية مفيش فريق هيجيب لعيب 200 مليون يورو هيكسب من وراء اللعيب ده 200 مليون يورو بس هيحقق استفادة ما كانش هيحققها إلا بوقود كريسي ورونالدو لكن مكسب مدي لا لا مش مكسب مدي زي ما قطر نظمة كاس العالم وحققت أرباح هل الأرباح دي تقارن بالمصاريف لا طبعا ولكن الاستفادة دي ما كانتش هتحققها قطر أو في حالة رونالدو هنا الاستفادة اللي هيحققها نادي النصر والصدى اللي هيخده نادي النصر ما كانش هيحصل وكانش هيتحقق إلا بوجود لاعب وقسطورة زي كريسيانو رونالدو فرونالدو لا ده احنا شوفنا مبارح لقطة طريفة جدا الجمهور مبارح رونالدو بيلعب كرة رأسية فوليد عبدالله حارس النصر في التمرين بيصدها الجمهور بقى يزوم على واليد عبد مش عايزينه مش عايزينه يصد كمان الزبط فلا يعني الحالة اللي عملها بصراحة مختلفة جدا جدا أكبر دليل على كلامك يا أحمد إن في مبارح في المؤتمر الصحفي العالم كله مستني كريسيانو رونالدو قلنا بقى نشوف الرعاية ونشوف الماييقات ونشوف الأزاس بتتحط ما فيش ولا رعي فالموضوع مش موضوع يعني مكسب مد خالص خالص هو الموضوع هم من الدور السعودي بقاله كم سنة عايز يتحط على الخريطة حتى بنشوفه في لعبة فيفا موجود الأساطير السنادي حط سامي الجابر حط سعيد العويران فهم عايزين يتحطوا على الخريطة فرصة ذهبية بالتعاقد مع كريسيانو رونالدو إن الدور السعودي يتحط على الخريطة لا يا فكرة كمان إنك انت تستثمر أو تستفيد باستثمارك في نجوم العارة التقيل فإنك انت تكبر يعني معنا لقطة صلاح عايزة أوريكو لقطة كده صلاح سعيب الدوري الإيطالي بقاله قد إيه خمس مواصل مثلا الدوري الإيطالي يرجع مرة تانية ويروج بيروج للدوري إنه صلاح في يوم الأيام كان بيع في روما يعني 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 حداشر يوما ونعود إلى جنة كرة القاتل صورة مين دي ده الدوري صفحة الدوري الإيطالي على تويتر واخد تي شيرت صلاح واخد تي شيرت صلاح جنة جنة فكرة إنك انت دايما تسوق للمسابقة والبطولة بتاعتك وتستفيد من وجود نجوم فيها على أعلى مستوى أنا كدولة موجود فيها كريستيان أورنالدو عايز أقول لك حاجة جماهير الهلال مش هتسكت طبعا جماهير الهلال لا ده النصر فتح السقف لا معروفة في السعودية أنه مش هتسكت ودايما بيبقى فيه منواشات ما بينه إن انت تجيب كريستيان أورنالدو أنا هروح أجيب ليونيل ميسي ما أنا بقول لك بقى فاضي الميسي في الهلال ونمارف التحاد جهده ننتظر الخبر ده إن الهلال هيفاوض ليونيل ميسي وهيعرض عليه برضو عرض خرافي للتواجد والدولة اللي هيبقى فيها ليونيل ميسي وكريستيان أورنالدو ما أعتقدش إن فيه ملف ممكن يروح الفيفا ويترفق موجود العالم كله بتفرج علي العالم كله شايف إن أنا عندي كورة بتتحدى الكورة الأوروبية أنا عندي نجوم كانوا كبار على أعلى مستوى في أوروبا وعندي حقيقة منتخبات كمان لعبة في كاس العالم يعني خليني ده يخدني النقطة مهمة جدا كنت عايز أسألكم عليها النهاردة الكاس العالم اللي جاي يعني خلصهم خلاصين كاس العالم منتخبات راحين لكاس عالم عندي كاس عالم منتخبات السعودية قدمت منتخب كورة شرف الكورة العربية وقدم صورة محترمة جدا عن بلد ما فيهاش ولا لعب محترف في الخارج لكنها هي الفريق الوحيد اللي كسب حمل اللقب كسب الأرجنتين تونس كسبت فرنسا المغرب كسبت وكسبت 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 غتلا موسط قبل النهاية أنا عندي في كاس العالم اللي جاي أبتهايي ده ليه تأثير بشكل كبير أنت عندك ثلاث فرق عربية بتشارك في كاس العالم هلال السعودي الوداد المغربي والأهل المصري شايف ده تأثيره إزاي يغير إزاي في المعددة فاروق في نسخة كاس العالم اللي جاي طبعا هيغير كتير أعتقد أن الكورة الأفريقية والكورة الأسيوية خلاص تحطت على الخريطة حتى مش منتخب السعودية بس منتخب أستراليا كمان حق نتائج إجابية ودايما الفرق اللي هتبقى موجودة العربية والأفريقية زمان ما بقتش موجودة لأن المدربين دلوقتي خلاص بيدرسوا وبيعرفوا الثقافات بنشوف ميكل أرتيتا بيعمل معرفة بس ما كانش فيه فكرة أنه ممكن أنا عايز بقول لحضرك على الحق الكورة الأفريقية أثبتت من زمان يعني من رجيمي ولعيبة أساطير كتير جدا عملوا أسماء وعملوا رونق للكورة الأفريقية ولكن الكورة العربية في الفترة الحالية مع المستوى الكبير اللي بيقدمه منتخب المغرب مع وجود محمد صلاح في الدورة الإنجليزية والتقلق الكبير جدا اللي بيقدمه محمد صلاح وبيعيش أزهى فتراته في أكبر مسابق دورة في العالم زي ما حضرتك قلت كده خدوم رونالدو للمنطقة العربية كل ده هيحول الاهتمام للكورة العربية ولللاعب العربي يدي له شكل جديد يخلي اهتمام العالم كله يغير نظرته لللاعب العربي احنا شوفنا نظرة العالم لللاعب الأفريقي دي دي دروك بسامو جورجوية ولكن اللعب العربي الفترة دي لازم يستفاد لازم النفع يعود على المنطقة العربية كلها احنا في مصر هنا مرشحين على فكرة ان احنا نادي الاتحاد السكندري في البطولة العربية وارد جدا ان هو يقابل المصر السعودي وارد ان كريستيان رونالدو ييجي مصر ويشوف فهل احنا هنواكب الحدث ونقدر نستفاد هنا ككرة مصرية ككرة عربية من الطفرة اللي بتعيشها الكرة العربية والانتخابات العربية والاندية العربية هل احنا هنقدر نستفاد من الطفرة دي ونواكب الحدث ونبقى عندي حصن الظلم سنتكلم عن المدى البقيد لكن انا بتكلم شوية فكرة المدى القرية احنا كمان تلات أسابيع هنكون بنجهز لمشوار الاندية العربية في كاس العالم بيلعب معك ريال مادريد بيلعب معك فلمينجو اعتقد من 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 كوبا لبرتادوريس دايما كان فيه فكرة انه البطولة دي يا اما امريكا الجنوبية يا اما اوروبا النهاردة المغرب كسب منتخبات زي اسبانيا زي بورتغال السعودية كسبة منتخب الارجنتين ومتاسوا يعني ما كانش فيه معاناة بالعكس كان فيه الند للند الحجز النفسي تكسر خلاص الحجز النفسي تكسر ازاي ده النهاردة بنشوف كريساندر رونالدو راح يلعب في نادي سعودي ده بقى خبر عادي بقى حاجة عادية كده ما بنكلم عليها في برنامج على الهواء ازاي ده يأثر على مشاركة المنتخبات العربية يهمني الاهلي طبعا لكن معانا الوداد المغربي ومعانا الهلالد السعودي ازاي ده يأثر على مشاركة المنتخبات الاندية دي في البطولة تكسر العالم الاندية الاهم ان انت تصدق نفسك يعني انت لو صدقت نفسك المنتخب المغربي حقق الانجاز ده عشان وليد الريتراكس تصدق نفسه قال للعيبة انتوا قادرين تحققوا اي انجاز انتوا عايزين وعايزين تاخدوا البطولة هتقدروا تحققوا وتاخدوا البطولة فلازم تصدق نفسك واعتقد حاليا زي ما انت قلت يا احمد ان الفرؤات قلت كتير جدا ما بين المنتخبات والفرق العربية والفرق الاوروبية حتى النادي الاهلي كان قريب جدا ضد بالميرس انه هو يعدي بالميرس وقدر يتفوق قبل كده على بالميرس اللي هو الفريق اللي جاي من امريكا الجنوبية بالزبط فحاليا ما بقاش فيه فرؤات كتيرة واعتقد ان البطولة اللي جاي دي بالتحديد ممكن نشوف فيها مش هنقول بقى مفاجأة عربية لا هنشوف فيها انجاز عربي وسواء الفرق نتمنى النادي الاهلي هو يكون صاحب الانجاز ده لكن حتى نادي الوداد بيلعب دلوقتي بفكر اعتقد فكر منظم جدا وعلى ارض البطولة لو قارننا النجوم الموجودة في فلامينجو النجوم اللي جاي من اوروبا والنجوم الموجودة في نادي الهلال هنلاقي النادي الهلال موجود فيه اسماء ونجوم اكبر من فلامينجو فحنا بنتكلم من الفرق عربية لا جاهز انها تحقق انجاز وليه لا نشوفها في المبرارة النهائية صحيح اروح معاكم الاخبار عشان من انساهمش كده ويبقوا كده يعني بيتسلسبهم مننا واحد ورا واحد احنا وعاديين الناس احنا نبدأ من دلوقتي نتابع الاندية اللي هتكون موجودة مع الاهلي في دور المجموعات ونعرف اخبارهم اسبوع باسبوع نبتدي معاكم كده باخبار سانداونز والقطن الكاميروني والهلال السوداني تمام يعني اممكن زي ما قلنا بليكاوس وزحمد ان النادي الاهلي وقع في مجموعة تعتبر هي الاصعب في دورة ابطال افريقيا النادي الاهلي بتضم مجموعته ماميلودي سانداونز طبعا ده بقى مكرر علينا ماميلودي سانداونز طيب ده اللي ظاهر على الشاشة وبلال بيكلم حضراتكم ده هو ترتيب ماميلودي في السدارة ترتيب الفريق ترتيب الدوري الجنوبة في فريق سبع نوعة ما بينه بين عرب واخر خمس موتشات هو الوحيد العلامة الكام هو الوحيد اللي فاز في اخر خمس صدارات يعني سانداونز القرع دايما بتحطه او بتحطنا بقى سكة سانداونز والمواجهات طبعا مع سانداونز لا تنتهي يعني متصدر الدوري بيقدم مستوى كبير جدا المدير الفني لسانداونز خرج وقال بعد القرع طبعا انه هو ما بيحب شيجي القاهرة لان مباراة النادي الاهلي دايما بتبقى مباراة معقدة ومباراة صعبة طبعا دي تصريحات على طريق البيتسو موسيماني وقت تولي وقت تولي ومشاطرين في الحيط سانداونز اه كمان الفريق التاني معنا في المجموعة فريق الهلال السوداني تقرير نقول بس قبل من ننعل هال سانداونز لعب لغد باتي في الدوري جنوبة فيه 14 مباراة كسب 11 اتعادل واحدة وخسر مبارتي اخر 5 مباريات العلامة الكاملة فوز بالنسبة لسانداونز وهو في صدارة جدر الترتين نروح للدوري السوداني فاروق يمكن الهلال في الصدارة متفوق على المريخ احنا عايزة اتكلم ان كل لو لاحزنا ان كل الاندية اللي في المجموعة متصدرة وده دليل زي ما قال بلال وعلى قوة المجموعة حتى النادي القطن الكاميروني هنجيله في الترتيب فاحنا بنشوف ان النادي الهلال يعني ماشي بخطة سبتة هزيمة واحدة في الدوري السوداني هو دايما يمكن الاندية السودانية ومواجهتها مع الاندية المصرية بيبقى عندهم شوية محاولة لإثبات الزي ضد الفرق المصرية ودايما معابلات النادي الهلي مع المريخ تربيات تربيات ويكون مباراة مش سهلة خالص حتى لو الهلال والمريخ بممكن يخسروا من فرق تانية بسهولة لكن ضد النادي الهلي بيحاولوا يثبتوا نفسهم بشكل كبير فمواجهة الهلال دايما هتبقى مواجهة مش سهلة بس اخر خمس مطشات على العكس من سانداونز عنده تعادلين مكسبين وخصارة وحيد بالضبط الهلال السوداني بيتولى تدريب الهلال السوداني فلوران إنج بالمدير الفني اللي قدر يفوز بالكونفيدرالية مع نهضة بركان المدير الفني الشهير لفيتا كلاب الكونغولي مدير فني متمرس جدا عنده خبرات الافريقية وبيتقاد على فكرة مبلغ كبير جدا بيتقاد راتب 60 ألف دولار ده راتب مش قليل ودعم صفوفه في بداية السيزن بصفقات كويسة جدا مباراتنا مع الهلال خاصة في السودان مش هتبقى مباراة سهلة تماما يعني ربنا يتطمنا إن شاء الله لا إحنا لازم إحنا على فكرة هو أنت يعني بداية الطريق للفوز أو تحقيق اللقب دايما بدأتي من احترام المنافس بوس بوس أنا ما بقى لقش من دول المجموعات يعني دول المجموعات دايما بقى إلى حد كبير جدا وخصوصا أن بقى في فرصة لتقدر لو حصل مطب تعود أنك تعود أنا دايما حساباتي تبدأ في النوكاوت يعني في الأدوار الإقصائية دي بتبقى المشكلة بتبقى صعبة جدا بالنسبة لي كوتون سفور الكاميروني نادي الكوتن وذكريات جروال العظيمة للنادي الأهلي وتحقيه البطولة الشهيرة طبعا كوتون لو فاز هو لعب أقل من الفرق المتصدرة وعن 16 نقطة وتسع تسع مباراة لو لعب عشر مباراة زي الفرق التانية هيكون في الصدارة وزي ما قلنا اللاربع فرق في صدارة الدوري وده دليل حتى كوتون سفورت بس كوتون سفورت لعب مباراة أقل أقل ما هو لو كسب متصدر بس ما تاجه الأخير نبص كده فيه تلات عدلات وخسارة وفي مكسب وحيد يعني الهلال وكوتون سفورت لو قلنا الفورمو بتاعهم مش أحسن محليا الكيرف بتاعهم بداية الموسم كانت جيدة لكن حاليا الفترة الأخيرة الكيرف بتاعهم متراجع لكن دايما بطول الدوري أبطال أفريقيا ليها حسابات مختلفة طبعا 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 والأداء بيكون مختلف تماما عن بوراة المحلية صحيح طيب من الحاجات اللي احنا مجهزينها النهاردة واحنا هنرجع طبعا عندنا مطشوات لسه بلال وفاروق يولي بكرة فيه معركة سلسي سلسي والسلسي مطشو صعب جدا بس خلينا ناخد قيمة قيمة الأكثر إهدارا لأنه قيمة دي تخص نجمينة محمد صلاح في الدوري الإنجليزي طبعا دول آه يعني يأتي في الصدارة طبعا داروين نونيز يعني واحد من ضمن أكثر اللاعبين اللي خبعت فيهم الإدارات الأندية طبعا داروين نونيز قادم لليفربول من الدوري البرتغالي كان متوقع ومحطوط عليه أمال كبيرة جدا أنه يقود هجوم ليفربول ولكن للأسف بيأتي في صدارة في البريمير ليج 12 فرصة أهدارها محمد صلاح وده يمكن يفسر الحالة اللي عليها ليفربول في السيزن الحالي طبعا وتراجع ليفربول وتراجع نتائجه من مستوى المهددين عارف يا بلال 15 فرصة اللي مضيعهم داروين نونيز لو رجعنا لهم هتلاقي منهم 7-8 لو بصل صلاح كانت جول لكن هو دايما داروين نونيز بيفكر أنه هو يسجل وعنده مشكلة في التهديف شفنا إيه للتركيز أنا عندي مشكلة معاه لأنه هو أسيات كرة القدم مش موجودة بشوفها مش موجودة فيه لأنه لسه لحد الوقت يجري على كعبه يعني هو محدش مدرب جاء له امشي على مشت رجلك أو يجري على مشت رجلك عنده أسيات كده مش موجودة في المهاجم بيضيع كتير جدا تركيزه قليل يمكن هو متحرك ومهاجم قوي لكن عنده مشاكل لازم تتحل هو شكله كده كان يديك في الأول على إبراهاموبيتش فاهم يعيقل ده العيب ده ممكن يبقى إبراهاموبيتش وكمان هو مشكلة ليفربول كمان إنه هو بيواجه مشكلة صعبة جدا إن هالند في بداية الموسم السيتي جاب هالند وهم جابوا داروين وكانوا معيار بقى هالند هالند بقى ركب القطر وده أخذ بالك على نونيز عنيش برض وبدين كمان هو حصل والأضواء مصنطة عليك جنب إيرلنج هالند فإيرلنج هالند طب تعالوا نشوف بقى إيرلنج هالند كده وان من آرمي واحد وعشرين رجل بجيشن منفرد نتكلم طبعا إن اللي بيجيب واحد وعشرين جول في نهاية السيزن كانوا يحربوا عشان يوصلوا الفوق البلاس عشرين جول دلوقتي إيرلنج هالند جابها في الجولة التسعة عشر قبل الجولة التسعة عشر لا وإيرلنج هالند لوحده متفوق على أقامه تتخطى أندية هجوم يعني أندية منها نادي تشيلسي منها نادي تشيلسي نادي تشيلسي نادي فريق كبير زي تشيلسي بورو موس أستون فيلا الولفز كريستال بالاس آه يعني أندية إيفيرتون لا ده ناديين مجتمعين يعني آخر ناديين في القايمة مجتمعين بأهدف عشر وعشر 21 هدف أدى هالند لا هو هالند ومبيق القواتين الضاربتين في عالم كرة القدم بقى في السنوات اللي جاي يعني هالند خاصة في دوري أقوى دوري في العالم ويعمل الأرقام دي في أول سنة لعب لا بصراحة حاجة فاقت كل التوقعات صحيح هو أهم وأقوى صفقة السنة دي في دوري أنا عايزة أسألك علم بابي في كاس العالم إيه رأيك في لأننا دايماً ما بينيه وبينك علم بابي أنت شايفه أنا تعطفت معك جداً والحقيقة يمكن كنت شايف أنه منطقة فرنسا جديد أنه هو ياخد اللقب السنة دي من الأرجنتي يعني عارف أنه حالة التفاعل مع ميسي كانت كبيرة جداً لكن كورة فرنسا كانت أقوى بكتير جداً من الأرجنتي فرحب بلال ها يعدي هالي ولا لا أنا غيره طبعاً مش متفع عشان حاجة بابي لسه 24 سنة وياخد اتنين كاس عالم وميسي يعني كتاب كورت القدم يفنش من غير كاس عالم هيبقى الموضوع صعب جداً فاروق عصام بلال محسن نورتونا وشرفتونا في السادسة الإسبوع اللي جاي نفتح بابي المركاتو عندنا تفاصيل كده بس للأسف وقتنا خلص لكن إن شاء الله لنا إيشها ونفتح بابي المركاتو ونتابع طبعاً الكرة العالمية بداية من الإسبوع اللي جاي في السادسة بشكركم على وجودكم معنا شكراً وشكراً حالة تكون عجبت السادسة المشاهدين شكراً وبشكر حضرتكم مع المتابعة وإن شاء الله بإذن الله نتابع على كل خير في السادسة وإن شاء الله نحتفل بفوز الأهلي على أمبي بكرة واستمرار مشوار الفوز والنجاح شكراً حضرتكم